اشتركوا في القناة تحياتي لكل الاخوة الشرفاء داخل الجزائر وخارجها تحياتي كالمعتاد الى كل الاحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات صح الفطركم جميعا وصح الاخوة اللي رامي صحروا كان فيه عامل لنتعل الوقت كان اخوة اللي ربما ذون رامي فطروا كان الناس اللي رامي صحروا الى غري ذلك احبيت على جيل باش نتحدث في هذا الوقت وين انه نقدر نجمع اكبر عدد ممكن ربما من الناس كذل اللي يتبعوا الصفحة عن المصالحة الجزائرية ونتحدث في هذا القضية التي اثيرت مؤخرا حول الكاميرا الخفية قبل ما نحكيه على سعيد بوتفليقة لابد هو انه نحكيه على القضية هذه تاعة الكاميرا المخفية وعليش ثارت هذا الضجة حول رشيد بوجدراء فيما بعد نحكيه على سعيد بوتفليقة باش تفهمه فيما بعد اعلاج سعيد بوتفليقة خرجه وراح امام وسائل الاعلام واعلن التضامن انتعوه معها رشيد بوجدراء اذا بداية نحكيه على هذه القضية نتعوه الكاميرا الخفية لا شك هو انه ركم تابعته الكثير من هذا الانواع نتعوه الكاميرا الخفية سواء في الداخل ولا في الوطن العربي ولا في الخارج وراكم شفته الفارق بين الكاميرا الخفية المحترفة اللي قموا بها ناس محترفين يختاروا موضوع معين يختاروا سيناريو وما كانش شيء للعفوية كل شيء محذر مسبقا ربما كي ان بعض الاشياء فقط تظهر خلال التصوير حول الشخص المستهدف ولكن كي ان هناك سيناريو معد مسبقا يعلجوا قلمة قضية انتع سرقة قضية انتع لمبالات قضية انتع احتيال إلى غير ذلك من المسائل وهم كلهم على جلب يحسوا المواطن وباش يعبؤوه وباش يلفتوا النظر تعوه حول قضايا معينة في قالب فوكاهي لكن للأسف شديد هو انه في الجزائر سيما في المدة الاخيرة وخاصة منذ ظهور هذه القنوات الفضائية القنوات الفضائية راكم شفته الضرب بالكراسي تطيح الكلام يعني مؤخرا نسمع في قناة الشروق في واحد البرنامج هكذا دائرين ومسمينه ومنسطح سب يسب في الراسة في القناة الفضائية وبطبيعة الحال هذه ليست المرة الأولى إذن هذا ما يسمى هذه بالكاميرا الخفية ما كان لا ذوق ولا سيناريو موعد مسبقا ولا ممثلين يعني بارعين صار أي إنسان هكذا يهز الكاميرا ويعني ويصوروا وهما في اعتقادهم من أنه رايحين يجذبوا هذك المشاهد ورايحين هما أنه يجيبوا ناس مشاهدين ويجيبوا ناس مستمعين وصار الانتقام صارت الناس يعني راكم شفته واحد قال له أنا ندلك كاميرا كاشي بس كنت درت لي كاميرا كاشي صار انتقام صارت تصفية حسابات صار واحد قال عنده يسال واحد الحسيفة يدير له كاميرا كاشي صارت يعني مسألة أنت انتقام ما إيش قضية قال را تعالج موضوع ولا من أجل قال امتاع الناس صارت تصفية حسابات وصارنا نشوفه في العنف عنف يعني في كل مرة واحد يضرب واحد بكرسي واحد ما أنا شعرف كذا هذا القضية اللي كش ما يقوله آفاضة الكأس هذي انت رشيد بو جدرا هذه ما جاتش غير هكذا كبارك جات عبث ذرك لا شك هو أنه كي الناس اللي راهم هما مصورين لكن كي الناس من لور كي الناس من لور لهما يثيروا قضايا معينة في أوقات معينة لعلكم تابعتوا هذا رشيد بو جدرا في تصريحات سابقة وأنه يقول من أنه هو اللي عين علي بن فليس ولعلكم تابعتم في تسجيلات سابقة وفي حوارات سابقة وأنه خلد نظار يتحدث على هذا رشيد بو جدرا هذا رشيد بو جدرا يمثل تيار داخل الجزائر ذرك الناس هذو اللي راح وجابه رشيد بو جدرا لو كان جاءوا هذي الناس هما يعيرون شعور انت شعب الجزائر ما يجيبوه على قناة الشغرق وهو كأنه يتحدى المجتمع الجزائري بالإعلان تعب الكفر وعلى بل بالغالبية انت شعب الجزائري غالبية مسلمة كين فيه ربما أقليات مسيحية والله يهودية وحتى هذه الأقليات حتى هذه الأقليات هي راحة تنتمي للديانة السماوية كالمسيحية كاليهودية فالقاضية الالحاد هذه والقضية انتع الانتماء إلى منظمات صهيونية هذه ما زالت تعتبر من الطاب في الجزائر فهذه الناس لما جابوا راشد بوجد راجبوه على قناة الشرق ما جابوه هكذا كعفويا هم على بالهم باللي الناس اللي عندهم النفوذ راهما من تمين المنظمات وهذا الناس عندهم عاداء للإسلام بالتالي هما لما راحوا يجابوه راشد بوجدراء ما جابوه شغال هكذا لما أثيرت هذه الزوبعة حول راشد بوجدراء فيما بعد حاولوا على جلب هما يجب تورنيوا الموضوع باش يحرفوا الموضوع وآثاروا موضوع وحد أخرى ومع الأسف شديد هو كثير من الناس ما تفقه في السياسة وما تعرف هذا الأمور وثم بالخفي ينسوا ذلك هذه القناة هذه انتعش النهار هذه على شما جابوا هذا راشد بوجدراء وجابوا حول الموضوع بالذات ولكن في قلب واحد أخر هذا راشد بوجدراء اللي كان يقول لكم باللي راه ملحد كان يقول باللي راه كافر وكان يقول لكم باللي لا يؤمن بالرسول ولا يؤمن بالإسلام هاكم شفته صار هو يقول لكم باللي راه مسلم ونص إذن ذرك فيما بعد القضية خذت أبعاد لأنه هي رسالة لهذا التيار مش راشد بوجدراء رسالة للتيار هذا من أنه هذا التيار راه يتمرمد تيار تعخل نزار وراشد بوجدراء ولا سويت راه يتمرمد والتوفيق ولا سويت هذا التيار راه يتمرمد بالتالي ذرك هذا التيار يتمرمد تحرك تحرك وأثار بعض الإعلاميين اللي راه في الداخل والخارج من أجل التحرك ومع الأسف الشديد كثير من الناس راح ضحايا تعمقلب يعني كاميرا كاشي ودخلوا معاهم في هذا الإطار يدعموا في راشيد بوجدراء وتعرفوا بالشعب الجزائري مع الأسف الشديد قلت هذه كما مرة في الغالبية ندعو شعب عاطفي ذرك هما ظهروا هذا راشيد بوجدراء ظهروا على أساس أنه مظلوم وتعرفوا بالقناة الانتاع النهار راح عندها مقرؤية وعندها ناس اللي راح ما يسمعوا لها أرغم أنه الناس كاين اللي راح مش متفق مع الخط متاحة ولكن يتبعوا فيها دونك لجمع هذون راشيد بوجدراء والله هذا التيار هذا تحركوا ولما تحركوا ما تحركوش على قضية تاع النهار كيف ما راح يتبع كيف ما راح يفهم الناس السذج هما راح يمروا الرسائل عن طريق هذا الإعلام سواء المكتوب ولا المسموع ولا المقرؤ دونك هما تحركوا اللي راح هو وراء هذا القضية اللي راح هما يحركوا بها راشيد بوجدراء دونك لما تحرك هذا المجموعة وهذا التيار شكون هو المقصود لما يكون هذا توفيق ونزار وهذا راشيد بوجدراء هما اللي راح متذرين شكون هو اللي راح يحرك هو بوتفليقة وخوه والجماعة اللي راح معاه والقيد صالح وهذا التيار هذا اللي راح مجبو فيه هما تيار تعريبي ولا تيار معرب هذه القضية تيار هذا اللي وراءه النزار وراءه التوفيق وراءه المجموعة والاخرى دونك 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 لما نزلت القضية للشارع هذا سائد بوتفليقة ما راحش هكذا كبرك وإنما راح لهذا التيار قلبي أنا راني خاطي وحنا راني خاطيين شوفوا قضية واحد اخرى شوفوا لعبة واحد اخرى كاين بعض من الناس هكذا اللي ربما تخذهم العاطفة فيه هكذا تصريح الوحد البنت هكذا ربما كثير من الشباب هكذا ما يعرفوش هذه المسائل ويروحوا هكذا كبرك يتبعوا في الموجاو هذا البنت باباها سعداني هذا هذا سعداني من الولايات تعبر جبار عريش وتحديد من البلدية تعال عناصر هذا باباها هو وراه كان مترشح في وقت سابق مع نور دين بكروح ثم بعد كانت عنده جلالي سوفيان وداروا هذا الحزب هذا تعجيل جديد باباها رأوا في هذا الحزب وهي رأى معاه إذا كان ذرك القضية تتعلق بسعيد بودفليقة كون هو أنه الرئيس خوه ياه انتي باباك في الحزب هو أكنت معاه وهو خوه هذا واسمه سوفيان جلالي دير خوه دير له مسؤولية في الحزب راكم ديرين أنتم هذا الحزب عبارة على عائلة كيف أنتم وانتم تعارضوا في هذا النظام وتعارضوا في بودفليقة وتعارضوا في خوه على أساس أنه خوه هو خو الرئيس هذا أنتم ما كمش رؤاسة ما كمش موزارة ما كمش في البرلمان وهكم حزب وكم ديرين عائلة تاكم ما لازمش تروحوا مع هذا الموجه هذه القضية هذه هذا التيار هو يتحرك بطبيعة الحال هما دائما يخلقوا قضية لكن هو الهدف انتاح ما وش بوجدرا كيف ما قلت لكم كان هناك تيار إذا كان لك رشيد بوجدرا يمثل الواجهة هما استهدفوا التيار وذوق هذا التيار لما تحرك ما وش يستهدف في زيد ولا عمر وإنما يستهدف في التيار الذي ذرك هو وراء الأخ هذا أني سار أحماني هذا سأعلنها بالصوت وبالصورة وتكلم فيها في قضية نهار عن قضية واسمه جنرال توفيق وتحدث في القضية جنرال توفيق وبالي كان يدير في ملفات الإبتزاز وبالتالي لا يتحرك هكذا كبار كما رأس يتحرك عنده ملفات وقادرين يخرجوها في أي وقت بالتالي هما كانوا يتحدث وكانوا يوجه في الرسائل من خلال سعداني ومن خلال هذا أني صرح ما يوجه في التوفيق وجمعته ذركه ما هذا المجموعة هذا نظار وتوفيق وكذا لا شك هو أن ضعف ولكن ما زالهم يتحرك وفي ظل الغاباء المسلط الموجود في الأوساط الشعبية مع الأسف الشديد قادرين يعودوا ويرجعوا لما انتظرك مثلا يحركوا كهذه ولا خلي سيد نقول ما يحرك هاش هذا البنت هذي خلي نقول سيد تحرك هي بعفوية جات قالت فرصة ثم ما كان هي مجد روحة ولا ما كان ما هي روحة جات لقيت فرصة ثم تكلمت لكن الناس اللي تبعوا في الموجة هذو هما الخطر خطر علاه ذرك هذا يروح وما في هذا القضية انت الكاميرا المخفية هذي ولا الكاميرا الخافية كاميرا كاشي هذي تلك القضية راه مش قضية انت هو انه هذي انت سعداني تسب هذا بوتفليقة يا سيدي هاي سبات ها هذا ذرك هذا بوتفليقة بنظر الأغبياء بنظر الأغبياء يجب فيه على اساس قال هذا راه ها مواطن عادي هذا سعيد بوتفليقة اللي قلته باللي راه يحكم واللي قلته باللي راه يقرر واللي قلته اللي بلا ذرا ها كامل تحت رجلي ها ونزلكم للشارع وراح هو يستجدي في هذا راشيد بوجدرا ويقول باللي أنا راني متعاطف معاك مش قدر هو يبعث له رسالة سوان عن طريق الهاتف الثابت والله الهاتف النقال والله يبعث له تيكستو والله يبعث له رسالة عن طريق الالكتروني والله يكتبل رسالة نصية والله يبعث له رسالة شفاوية مع واحد من الأقرب انتعه ويقول له أنا راني خاطي والله أنا راني متضمن معاك على شو يروح له يروح له لأنه وراه يخاطب في جدرة ويحاول على جلبه هو قال هاكم شفتوا وين راهم مصلون هاكم شفتوا وين راهم محركون يلا نتحركوا ويستعملوا كيف ما قلتلكم القضية هذه انتاع ما يسمى هذه بانتاع المتقاعدين والله المعطوبين والله المشطوبين هذو حركهم كلهم على جلبه يستعملوا هذك المطالب ويستعملوا هذك القضايا بشهو ما فيما بعد لأنه هذا الانسان اللي راهم يتحرك هو في قضية في الشارع هو راهم يحاوز قال مثلا على الشهرية والله يحاوز على السكنة لكن هذ الناس هما راهم يحاوز على البوفوار يحاوز على الحكم يحاوز على السلطة بالتالي هما يطلع على ظهر هذا الناس إذن يا الاخوة قبل ما الانسان يتحرك في الشارع لازم يقرأ العواقب راها كاينة ناس تخطط كاينة ناس راها تقرأ كاينة ناس راها تهندس وراها عن طريقكم فيما بعد هما راهم رايحين يقدوا هذا المشاريع لذلك ما لازم تقرأوا هذا القراءة السطحية انتع انه سعيد بوت في لقاء راهم قال تحرك ثم للشارع وراح حتى منهم قرأت بعض التعليقات هيقلك باللي والله لو كان هذا سعيد بوت فليقة والله لو كان نحينا النهار ستير ولو شابه كأن هذه المسألة انتع النهار هما شافوا هذه القنوات الرسمية ما يخرجوش فيها هذه الأشياء خرجوها عن طريق القنوات هذه تحت تظليل ما يخرجوش هذه الأشياء في القناة الرسمية الرسمية يخرجوها عن طريق القنوات هذه وإذا كان هما مقدروا يخرجوا على القنوات أرغم عندهم ناس في الفيسبوك أرغم يخدموا معهم منهم حتى اللي يلبس ثوب يخدم بالغابة والجهل كل ما داروا الطعم يروح هو أول واحد يكل طعم هذاك إذن الإخوة الأخوات ما لازم اطيحوا في الخط نتاعهم نحن نحوصوا إلى تغيير حقيقي ما لازم اطيحوا لا في الفخ نتاع التوفيق والأيصاب نتاعهم من شياطين الأنس ولا في الخط نتاع هذا يحوصوا يستبدلوا بتفليقة بشخص واحد أخر نحوصوا إلى تغيير حقيقي ما لازم تاخذنا العاطفة ما لازم الواحد يروح يتبع في الموجة لازم الإنسان قبل يتحرك في قضية معينة لازم يقرأ لها العواقب ويقرأها من زوايا مختلفة مش يروح غير هكذا كبرك يسير وهو فيما بعد يخدم فيهم بل غباء انتعوا تحياتي لكم جميعا وصحل لصحوركم وصحل لفطوركم الإخوة اللي ربما هذا وراه الوقت تعالي لفطار صحل لفطوركم ونلتقي إن شاء الله في تسجيل لقاء إلى ذلك من حين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته